السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم مسائل من الوحدة 17 القسم 1 الدارات الكهربائية البسيطة منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017 حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات ردد شعاري المثابرة أقرأ أفهم أحفظه وطبق مفتاح النجاح في يدك بعون الله جيب الدفتر اللي بتحل فيه المسائل لكي تراجع منه أيام الامتحانات وجيب الورقة اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 17 واللي انت جهزت كل درس بدرسه احسب إذا بدأ المسألة بالطلب احسب قيام فرق الجهد عبر المقاومات السلاس 12 أوم و 15 أوم و 5 أوم الموصلة على التوالي ببطارية 75 بولت هذا طلب الأول طلب الثاني تحقق من أن مجموع قيام فرق الجهد للمقاومات يسوي فرق الجهد البطاري هذا الطلب الثاني حتى نحسب فرق الجهد بين طرفي كل بطارية اي كل مقاومة لازم نعرف التيار المار في دائرة التوالي نستخدم قانون أوم اي كابتال و 9 و دلتا في مصدر على ار ايكوال هتقول لي ار ايكوال مش موجودة لا موجودة اللي هي مجموعة المقاومات 12 أوم و 15 أوم و 5 أوم اذا دلتا في مصدر 75 بولت و ار ايكوال ار المكافئة هي عبارة عن 12 بولت زائد 15 بولت زائد 5 بولت لماذا؟ لأن التوصيل على التوالي بالحسابة بتطلع شدة التيارة 2.3 أمبير هي التيار في دائرة التوالي كمان منطبق قانون أوم بين طرفي كل مقاومة من المقاومات دلتا في واحد بتصويلها آي في آر واحد وتصويلها 2.3 أمبير مضروبة في 12 أوم بتطلع 28 بولت بنفس الطريقة دلتا في 2 وتصويلها آي في آر 2.2.3 أمبير مضروبة ب 15 أوم بتطلع الجواب 35 بولت بنفس الطريقة بنطبق قانون اوم بين طرفين المقاومة الثالثة دلتا في 3 وتسويلة اي في ار 3 وتسويلة 2.3 امبير ضرب 5 اوم وتسويلة 12 بولت تعال نجمعهم مع بعض لنشوف شو بيطلع دلتا في وتسويلة دلتا في واحد زاد دلتا في 2 زاد دلتا في 3 مانا وشرين زاد 35 زاد 12 بطلع 75 بولت والبطارية قام 75 بولت اذا متساويين تحققنا من التساوي وفي رعاية الله ما تنسونا من الدعاء